بيتا وماكس في الغابة بيتا وماكس كانت المشي لمسافات طويلة يعني بيتا كان طويل القامة ونحيف عندما تريد أن تصف شخصاً ما أنه طويل القامة تستخدمها صفة تستخدمها لوصف شخص ما أنه نحيف يعني وماكس كان قصير القامة وقوي تستخدمها لوصف شخص ما أنه قصير القامة يعني قوي قرروا الذهاب إلى الغابة يعني قرر هنا في الماضي حرف جرئين هنا بلوس أكوزاتف لأن عندنا حركة الذهاب من مكان إلى مكان آخر ديرفالد وهي الغابة ديرفالد war dicht und dunkel يعني الغابة كانت كثيفة ومضلمة dicht يعني كثيفة يعني فيها العديد من الأشجار والنباتات dunkel صفة معناها مضلمة ولكنها أيضا هادئة جدا وآمنة روح صفة معناها هادئة فريتليح صفة معناها آمنة نخ اينا لانغن فاندغون يعني بعد جولة طويلة دي فاندغون وهي الجولة نخ حرف جر دائما بلوس داتيف لانغ صفة معناها طويلة عندما يكون عندنا الضاتيف نضيف للصفة اي ان في آخرها في جميع الحالات فاندنزي اي نشون لشتم يعني وجدوا فسحة أو أرض ليس بيها أشجار جميلة دي ليشتون وهي الفسحة أو أرضية لا توجد بيها أشجار الفعل فاندن هو فعل بلوس أكوزاتيف نيبن اينم كلارنزي بجانب بحيرة صافية دي غزي وهي البحيرة حرف جر نيبن هنا بلوس داتيف لأننا نصف مكانا ما يعني لا توجد حركة نقول شيء بجانب شيء آخر يعني الأرض التي وجدوها بجانب البحيرة يعني ليست هناك حركة كلا يعني صافية دي غزي كانت البحيرة كبيرة وعميقة كبيرة معناها في هذا السياق كبيرة تيف يعني عميقة تصف شيء ما عميق واند داس وسر واند كالت واند افريشند يعني وكان الماء باردن ومنعيشان كالت يعني بارد افريشند يعني منعيش قرروا نصب خيمتهم هناك بس تسلت وهي الخيمة بيتر نام دس جروس تسلت أخذ بيتر الخيمة الكبيرة من حقيبة ظهره الثقيلة شفر صف معناها هنا ثقيلة وهي حقيبة الظهر ساعده ماكس في نصب الخيمة يعني الخيمة كانت جديدة وثابتة نوي صف معناها جديدة شتابيل يعني ثابتة يعني سرعان ما وقفت بشكل آمن وثابت يعني بشكل آمن يعني بشكل ثابت على الأرض المسطحة والرخوة وايخ صف معناها رخو أو ليين فلخ صف معناها مسطح أو منبسط بعدما تم نصب الخيمة هنا عندنا الباسيف فلتن زيخ دي بايدن مينا هونغريخ شعروا كلا الرجلين بالجوع هونغريخ صف معناها جائع زيخ فلن يعني شعر أو أحس في الماضي هنا أخرج بايدن ميقلات صغيرة من حقيبته وهي المقلات هنا معناها صغيرة هنا معناها صغيرة هنا معناها هذا الفعل أخرج حرف جر دائما يكون مع الضاطيف وجمع ماكس حطبا جاف تروكن صف معناها جاف داس هولت معناها حطب أو خشب الفعل زاملن يعني جمع يجمع قام بيتا بتقطيع خضار طازجة شنت هو الفعل شنايدن في الماضي يعني قطع يقطع فريش صف معناها طازج وقام بإخراج اللحم المليء بالعصارة من العبوة فعل معناها إخراج شيء ما من عبوة زافتيح صف معناها مليء بالعصارة بدأ بالطبخ بيجان هو الفعل بيجينن في الماضي يعني بدأ ورائحة الطعام اللذيذة در دفت وهي الرائحة فلت دي لفت ملأت الهواء دي لفت وهو الهواء فلن فعل معناه ملأ يملأ جلس ماكس على حجر مريح ديرشتاين يعني الحجر بيكفيم يعني مريح حرف جرعوف هنا يعني يقوم بالجلوس يكونوا واقفا ثم يقوم بالجلوس وكان ينظر إلى البحيرة الساكينة شتيل يعني ساكن صامت أو هادئ Das essen war bald fertig كان الطعام على وشك أن يكون جاهزا بيتا وماكس ستستن سيح نيبن دس هايس وفويا بيتا وماكس جلسوا بجانبي بيكفيم 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 وهي النار هايس صفة معناها ساخن حرف جرنبن هنا بلوس أكوزاتف لأن هناك حركة يعني يقومون بالجلوس وأكلوا الطعام دس مال يعني الطعام أسن هو الفعل أسن في الماضي يعني أكل كانت أمسية بسيطة ولكنها جميلة أينفخ يعني بسيطة كانت السماء صافية وكانت النجوم تضيء بشكل لامع أو ساطع فوق الغابة المظلمة الفعل لوشتن يعني أضاء يضيء هايل يعني ساطع أو لامع دونكل صفة معناها مظلم ناخدم زي جيجسن هاتن بعدما أكلوا لكتن زيزيخ إن دس وامو تسيلت استلقوا أو رقضوا في الخيمة الدافئة وارم صفة معناها دافئ سيش لغن يعني استلقى أو رقضة يعني الغابة كانت مليئة بالأسرار تصف بها مكان ما غامض أو مليئ بالأسرار ومعناه في البعيد بعيداً المعنى غفا يغفو هنا في الماضي شنيل يعني بسرعة ميدة و تسوفيدن ناخ أينم لانغن تاك إن دير ناتور متعبون و رادون بعد يوم طويل في الطبيعة ميدة يعني متعبون تسوفيدن يعني رادون ناخ حرف جر دائماً يكون بلوس داتيف